موسيقى تحية مساء طيبة لكل من يشاهدون الآن على قناتكم الأنيس الفضائية وفي عدد جديد من برنامجكم الأنيس ديلي البرنامج ليتضمن فقارات متنوعة ننقل لكم من خلالها ما يحدث في الواقع كذلك ننقل لكم أخبار محلية ودولية ومواضيع مهمة حديث الساعة موضوعنا في نهار اليوم نحكيه على الجامعة ومدى تطبيق الإجراءات الوقائية في الشق الاجتماعي والشق البيداغوجي كذلك فقارات المراتلين ننقل لكم من خلالها مشاكل وانطباعات وأخبار المواطنين في ولاياتهم كذلك سوشال ميديا لتحمل لكم أصور عفوا وفيديوهات أكثر تدولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا بأول فقرة وهي فقرة المتجدات نذهب للأخبار المحلية وفي أول خبر نحكيه عن مشاركة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في الدورة العادية لمنظمة الأمم المتحدة للحديث عن موقف الجزائر من القضايا الإقليمية ودولية وكذا مسألة إصلاح المنظمة الدولية وخاصة المجلس الأمن بهدف أن يكون أكثر عدلا في التمثيل الجهوي للقارات مشاركة رئيس الجمهورية كانت عبر تقنية التحاضر عن بعد وفي خبر آخر أحبة الأفاضل ناطق الرسمي للجنة ترصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا السيد جمال فرار أكد أمس أن الدخول المدرسي المقرر يوم الرابع من شهر أكتوبر القادم سيؤجل إلى أواخر الشهر أو بداية شهر نوفمبر وأوضح السيد فرار أن اللجنة العلمية لن تغامر بحياة المواطنين والتلاميذ وهذا آخذا بتجربة بعض الدول التي عاودت إغلاق المدارس بعد فترة قصيرة من فتحها كما استبعد الناطق الرسمي للجنة ترصد ومتابعة فيروس كورونا فتح المجال الجوي بنظر إلى تزايد الإصابات في العديد من الدول اللاسيما الأوروبية منها ومن جانبه اقترح فتح المجال الجوي تدريجيا مع الدول التي سجلت إصابات منخفضة وأوصى كذلك بفتح رحلات الجوية والبرية الداخلية تدريجيا حسب وضعية انتشار الوباء عبر الولايات وعن إمكانية إقامة صلاة الجمعة أكد المتحدث ذاته أن الأمر لا يزال مؤجلا إلى وقت لاحق نظرا للاكتظاظ الكبير الذي تشهده المساجد مشيدا في ذات الوقت باحترام تدبير الوقائية تصارمة بالمساجد كما أشار إلى إجراء اللجنة للقاء تقييمي مع وزارة الشؤون الدينية لفتح مساجد أخرى وحول الاستفتاء على دستور المزمع تنظيمه في الفاتح من شهر نوفمبر الجاري أكد البروفيسور فرار أن اللجنة عدت بروتوكولا صحيا وقائيا يضمن حماية النخبين وفي خبر آخر المستشار لدى رئاسة الجمهورية المكلفة بمناطق الظل سيد إبراهيم مراد طمأن سكان مناطق الظل في التجمعات الريفية القرى والمداشر بأن مشاريع التنمية والتهيئة ستصل إلى الجميع في ختام هذا كانت طبعا في ختام زيارة قادته لولاية السعيدة يومي الاثنين والثلاثاء الفارضين وقد وصل المستشار المكلف بمناطق الظل معاينة مشاريع تنموية بالولاية منها الوقوف على أشغال تهيئة والربط بشبكة المياه الشروب والصرف الصحي بالتجمع الساكاني القديم لمنطقة تكدورة بلدية عين السلطان مرحبا بكم الآن إلى وزارة السكن والعمران والمدينة أين أوضح سيد كاميل نصري أن سكن الإيجاري في صيغته الجديدة سيساهم في حل أزمة السكن وهو الآن قيد الدراسة من أجل إطلاق برامج مهمة وقال في هذا السياق خلال ندوة صحفية نشطها أمس بولاية التفازة على هامش حفل تدشين وتوزيع 1200 سكن عدل بموقع الحديقة بعاصمة ولاية التفازة أن الوزارة تفكر حاليا في صيغة السكن العمومي الإيجاري في صيغته الجديدة لتمكين المواطنين من إيجاد السكنات لائقة بهم ولفت الوزير إلى أن برامج سكن الاجتماعي ستبقى متواصلة وأن الدولة لن تتخلى على هذا النوع من السكنات وقال الجزائر دولة اجتماعية وستبقى اجتماعية بامتياز نروح الآن إلى وزارة العدل وفيما يتعلق بالعقوبة القصوى في القانون الخاص بعصابات الأحياء التي تحمل أسلحة بيضاء أكد وزير العدل حافظ الأختام سيد بالقاسم الزغماتي أن الوزارة اقترحت إطارا قانونيا شاملا للتصدي لعصابات الأحياء يشمل الوقاية منها على المستوى الوطني والمحلي ومكافحتها وحماية ضحاياها وسد الفراغ القانوني الموجود في منظوماتها القانونية في هذا المجال وينص في هذا الأمر على استحداث لجنة وطنية ولجان ولائية للوقاية من عصابات الأحياء يجرم هذا الأمر عدة أفعال لها علاقة بعصابات الأحياء ويقرر لها عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد محكمة سيدي محمد أدانت صباحا اليوم الإخوة كونيناف بعقوبات تراوح بين 12 و20 سنة حبسا نافذا مع فترة مدتها 5 سنوات ومصادرة جميع الأموال البنكية حكمت المحكمة بمصادرة جميع الأملاك والأملاك العقارية كحقوق الامتياز المحجوزة مع مصادرة ممتلكات وعقارات مسجلة باسم الشركات المعنوية وأمرت كذلك المحكمة بمصادرة المركبات والشاحنات المحجوزة والمركبات السياحية المحجوزة لإخوة كونيناف وشركاتهم وتمت إدانة رضا كونيناف بعقوبة 16 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائر غرامة كما أدانت طارق كونيناف ب15 سنة حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار وأدانت كونيناف كريم عبدالقادر ب12 سنة حبس نافذ وأدانت كذلك سعاد كونيناف بعشرين سنة حبس نافذ وغرامة قدرها 8 ملايين دينار جزائري مع إلقاء القفض الصادر في حقها وتمت كذلك إدانة مقراوي حاسيبة حموش حسان بعقوبة 3 سنوات حبس و500 ألف دينار جزائري غرامة نافذة أما قراح عبدالعزيز فإدانته كانت بعقوبة 3 سنوات حبس ومليون دينار غرامة والتصريح ببراءته من باقي أتهم المنصوبة إليه وأدين مكاحلية عادل وبن ناي ليلى بعقوبة 18 شهر حبس نافذ من بينها 6 أشهر حبس نافذة بن طهر قدر تمت إدانته بعقوبة 8 سنوات حبس و8 ملايين دينار جزائري غرامة مالية نافذة كما تمت إدانة الشركة المعنوية بغرامة مالية قدرت ب32 مليون دينار جزائري وفي خبر آخر اعترضت خفر السواحل تابعة للقوات البحرية وحراس السواحل بمدينة تنست بولاية تشلف قارب حراجة يضم ثمن أفراد ومن بينهم ثلاث نساء ورضيع كما تمكنت أيضا في نفس الفترة من توقيف قارب حراجة آخر على متنه 26 حراجة كانوا في طريقهم إلى الضفة الأخرى من المتوسط في فترة وجيدة لتعيدهم إلى أهالهم بصحة عافية أطلقت مصالح بريد الجزائر بيتنثيق مع مديرية التجارة بأدرار وجمعيات اتحاد التجار والحرافيين حملة تحسيسية والتوعوية لفائدة التجار والمتعاملين الاقتصاديين هذا بهدف شرح ألية الدفع الإلكتروني والتقليل من حدة ندرة السيولة وتشجيع المعاملات الإلكترونية والتي تضمن الدقة والسرعة والأمان وصولا إلى تفعيل كافة الخدمات مع تقديم كافة التسهيلات للتجار والمتعاملين الراغبين في حيازة أجهزة الدفع الإلكتروني وفي آخر أخبارنا المحلية متعاملون وتجار لحوم بالجملة ينشدون والي العاصمة سيد يوسف شرفي في التدخل من أجل حماية المهنة وتقنينها بشكل يتلاءم وطبيعة النشاط لذل تسييره غير منظم بشكل المتعارف عليها دوليا نظرا لغياب مشاريع أسواق الجملة لبيع اللحوم بمختلف أنواعها فضلا عن الأسماك وحتى مذبح عصري يستجيب للمعايير شأن ما هو متوفر بالأسواق المتعلقة ببيع الخضر والفواكه بالجملة والمقدرة بثلاثين سوقا عبر كافة التراب الوطني بهذا الخبر ننهي أوراق أخبارنا المحلية نلتقي بعد الفاصل للحديث عن الأخبار في الدول أهلا بكم أيها الأحباء من جديد في المستجدات الدولية والبداية بخبر وزارة الشؤون الخارجية التي أفادت في بيان لها أنه في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين الجزائر وإيطاليا المدرجة في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين وصل اليوم السيد مانيليو دي ستيفانو كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي لجمهورية إيطاليا في زيارة عمل بسبب مباحثات مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية شكيب رشيد قايد وكذا مع عديد كبار المسؤولين الجزائريين الزيارة تتمحور في المباحثات حول واقع وأفاق التعاون الثنائي وأشارت كذلك الوزارة في هذا البيان عن برنمجة المواعيد الثنائية أنها ستكون في صلب هذه المباحثات لسيما الدورة الرابعة للقاء الثنائي رفيع المستوى وكذا منتدى الأعمال الذي سيسبقه نرحب بكم الآن إلى السعودية وفي هذا الخبر قررت السلطات في المملكة العربية السعودية بالسماح للمواطنين والمقيمين فيها بأداء مناسك العمر ابتداء من الرابع من شهر أكتوبر القادم وذلك بعد توقيف دام قرابة سبعة أشهر بسبب المخاوف المرتبطة بتفشي وباء كورونا وبحسب ما نقالته وكلة الأنباء السعودية الرسمية فإن سماح بأداء مناسك العمر سيتم تدريجيا عن طريق أربعة مراحل ففي المرحلة الأولى وابتداء من ربع أكتوبر سيسمح للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية مزاولة العمر أما في الثامن عشر من شهر أكتوبر تكون هذه المرحلة أو الدفعة الثانية سيسمح بوصول أعداد المحتمرين إلى 75% من الطاقة الاستعابية في حين يكون في المرحلة الثالثة وفي بداية شهر نوفمبر ستسمح أسعودية ليزوار من دول معينة تعتبر آمنة بالمشاركة في مناسك أداء العمر بعد وصول إلى نسبة 100% من الطاقة الاستعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية وتكون المرحلة الأخيرة باستقبال من مختلف الدول المحتمرين لأداء مناسك العمر وهذا بعد الانتهاء من تفشي فيروس كورونا سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء انخفاضا في السوق بعد تسجيل زيادة مفاجئة للمخزونات الأمريكية حيث انخفضت أسعار النفط ما يزيد عن 1% بعدما أفادت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع وتراجعت العقود الآجلة لخام برانت إلى 33 سنة وهو ما يعادل 0.8% إلى 41.39 دولار للبرميل وانخفضت كانت قد انخفضت في وقت سابق إلى 1.2% إلى 40.21 دولار وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنة أو ما يعادل 1% إلى 39.40 دولار بعد أن نزلت 1.4% إلى 36.26 دولار إذن نروح بكم إلى بريطانيا وفي آخر الأخبار الدولية ابتكرت مجموعة من باحثي جامعة شيففيلد البريطانية شريحة إلكترونية يمكن طباعتها بتكنولوجية الطباعة ثلاثية الأبعاد وزراعتها في دماغ الإنسال لعلاج حالات الجهاز العصبي وتم تطوير الشريحة واقتبارها بنجاح على الحيوانات ويأمل الباحثون الآن أن يتم تكييفها للاستخدام فئة البشر وذلك لعلاج حالات مستصعبة مثل الشلل بهذا الخبر حب أحبتي الأفاظل نطوي أوراقنا الإخبارية في هذا العدد نلتقي بعد الفاصل للحديث عن الجامعة ومدى تفعيل الإجراءات الويقائية في ظل كورونا بعد استئناف الدراسة بعد الفاصل نلتقي